الحر حديث مصر كلها بس قبل ما اتجلم على الحر في مصر عايز اقولكم عن تجربة انا عاشتها في دول اوروبا كتير كنت عايشة فترة طويلة العالم كانوا يعني بالذات الانجليزية الجو بالنسبة لهم هو مادة الحديث لانه الجو بالنسبة لهم اللي هو رمادي الكئيب البرد فكان دايما علشان يخلق حديث مع الطرف الآخر فيبدأ بالحديث عن الجو اخبر الجو ايه الجو النهاردة عامل كذا وهم عايشين في نفس الحياة كل يوم لكن يبدو من الكلام عشان تخلق حديث فتتكلم على الجو لانه ده شيء كده ايه ناخد وندي فيه الايام اللي فاتت اوروبا كلها كانت بتغلي من النار لانه عندهم حر شديد جدا انت عارف الاوروبيين يعني طريقة البونة مختلفة طريقة خاصة بالشيطة ما تلاقيش بقى الشباك اللي مفتوح شرع الشيش شوية هوا يجو لك الشباب اللي على اخره ده ما فيش مراوح المنتشرة ده كله مش موجود لدرجة انهم كانوا بينزلوا يشتروا مراوح مش موجودة لانهم ما عندهمش هذا الكم الاكثر ان يكون عندهم حاجة خاصة بالبرد فتبقى الشبابيك مقفلة تفتح من الجنب فبالتالي اعتقد انهم حيبدأوا يغيروا حاجات كتير جدا علشان يقدروا يواكبوا كمان التغير المناخ اللي بقى موجود كمان في اوروبا طيب عندنا في مصر احنا بنتكلم على الحر بقى لنا اسبوع ويبدو ان احنا هنكمل كلام لكن هنعمل ايه احنا مضطرين ان احنا نتعامل معاه بكل الطرق علشان نعدي يعني الموجة الحرة اللي مش بس في مصر اللي بتمر بالعالم كله فيه ناس موجودة قدام البحر فيه ناس بتحاول تبقى قاعد على النيل المهم الناس بتحاول بشتة طرق ان هي تعدي من الجو وده بسبب طبعا التغيرات المناخية اللي الناس كتير ما كانتش واخدة بالها الناس ما كانتش متخيلة انه الخطورة لهذه الدرجة انه حرارة الجو تبقى ساخنة بهذه الدرجة من ابرز علامات التغيرات المناخية دي هي القبة الحرارية اللي اتضربت منطقة الشرق الاوسط تحديدا ايه هي القبة الحرارية دي اولا اسمها اللي هو صيف ساخن مع قبة الحرارية دي خلت ارتفاع الحرارة بصل لخمسين درجة مقوية انا عايز اقولكم يعني دول عربية كتير اقتربت للخمسين واحنا شايفين عندنا اسوان مثلا خمسة واربعين وده موجود في الضل في بعض الدول العربية القبة الحرارية هي امتداد لموقع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع خمسة كيلو مترات عن سطح الارض وطبعا ده اللي بيخلي بيدي الاحساس وهي كمان بيعمل فرق بين طبقتين جوي يعني بين طبقات الجو هو بيعمل الفرق ده والنتيجة في ارتفاع كبير في درجات الحرارة زي ما انتم شايفين وشايفين حتى الشارع وتعامل الناس معاه مجلس الوزراء اعلن امبارح امس ان مصر من الدول اللي بتتعرض للقبة الحرارية ومعها الاردن السعودية العراق سوريا لبنان فلسطين والاسبوع ده هيكون الاكثر سخونة في الدول اللي انا ذكرتها علشان كده لازم كلنا ناخد كل الاحتياطات خصوصا ان درجة الحرارة كمان النهاردة وصلت بالنهار الى 46 درجة وفقا لبيانات هيئة الارصاد الجوية زي ما كنت بتكلم مع زملائي انا شخصيا يعني بشوف ان احنا ناخد بالنا حتى من الفيشة اللي جوة مثلا حطين مشترك حطين المروحة لو انت ما بتستخدمهاش يستحسن ان احنا يعني ناخد الفيش دي بره علشان ما نتعرضش احنا مش عارفين الاجواء دي والسلوك برده ما هي ما تستحملش كل الاجواء دي فناخد بالنا